اهلا بحضراتكم رجعنا لكم ومجهتنا عن حصاد زيارة الرئيس الفرنسي امانوال ماكرون للقاهرة ايه اهم نتائجها ودلالة الاتفاقيات اللي تم توقعها وازاي ممكن تساهم الزيارة في جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية لمصر هنتكلم ايضا عن ملفات اخرى وهنتكلم عن جهود الدولة المصرية في ملف حقول انسان واللي حظيت باهتمام كبير اثناء المؤتمر الصحفي اللي عقد بالامس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس امانوال ماكرون يا ترى ايه اهم ثوابت التجربة المصرية في احترام حقول انسان بشكل واقعي بشكل شامل بعيدا عن الكلمات الرنانة والشعارات الزائفة وايه المطلوب لتصحيح نظرة الدول الغربية لحقوق الانسان في منظورها اتضيق جدا لما يجوا يتعاملوا مع دولة زي مصر خلوني ارحب بضيفي النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب والله هنتكلم معاه في كل هذه الامور اهلا بك يا ستنا منورنا اهلا بحضرتك الاول خليل نتكلم عن الزيارة وتوقيتها واهميتها شايف ازاي اهميت وضلالة زيارة ماكرون للقاهرة خصوصا في وقت هو عنده فترة من عدم الاستقرار يعني في الداخل الفرنسي صحيح طبعا لازم نؤكد على ان الزيارة اه لما تكون من رئيس دولة كبرى زي دولة فرنسا اه لمنطقة الشرق الاوسط وتكون هذه الزيارة لمصر ده تأكيد على ان مصر اولا واخيرا هي دولة الامن والامان لانه اكيد اي رئيس دولة اي لما بيجي يزور اي دولة من الدول الصديقة او الدول الكبرى اكيد بيستعلم من اجهزة الامن عنده ينفع زور الدولة دي في تدعيات امنية وبالتالي ده تأكيد من دولة فرنسا على ان مصر امنة ومستقرة واحنا شفنا قبل كده الاحساءات اللي طلعت ان مصر ترتبع 16 من 200 دولة في الامن يمكن قبل انجلترا كمان ده تأكيد على ان ايضا مصر بتهتم بالحق في الحياة اللي هو بيخرج من تأمين المواطنين وتأمين الاشخاص والامن اللي بتحققوا الدولة من خلال مؤسساتها قوات المسلحة والشرطة يعني انا شايف الزيارة من وجهة نظري ان ماكرون بعد الاحداث اللي حدثت في فرنسا السطرات الصفراء الاخيرة ودي طبعا الاحداث دي اول مرة تحدث منذ عام 68 ان تكون هناك مظاهرات واحداشر قتيل وخمسمائة تقريبا مصاب غير افراد الشرطة وده دليل على ان هو حب لما يخرج يخرج لدولة قوية وكبيرة ويكون هناك استقبال ويسمع العالم جميعا بان هناك رئيس دولة بيزور دولة كبيرة وتلاقي حضرتك تكتشف كمان من الزيارة ان زيارته كانت متعددة يعني من مثلا عاصمة الادارية لسه اقول حياتك يعني شايف ازاي بدءوا بأسوان وبعد كده لما جي القاهرة راح لعاصمة الادارية وراح الكاتدرائية وراح طبعا قابل شيخ الازهر كان رحمة شيخة الازهر وزوغته راحت ايضا اكتر من مكان راحت الاهرامات وراحت الالعة شايف كل هذه التحركات في ظرف يومين او تلاتة ازاي هي تلات يام تحديدا تلات يام انا بقول طبعا اصوان كان يوم ويومين في القاهرة يعني هي اذا قلنا على هذه الزيارة انا باعتبرها زيارة نجحة من الطرفين الطرف الفرنسي والطرف المصري لان هذه الزيارة طبعا سوقت عالميا ان رئيس دولة فرنسا بيزور اهم دولة في الشرق الاوسط موجودة حاليا او الدولة الوحيدة المستقرة في الشرق الاوسط خلينا نذهب الى الحقيقة يعني ما اداش يزور ليبيا سوريا طبعا احنا بنتمنى لهم طبعا ان تعود الاوضاع الامنية كما كانت من قبل ليبيا سوريا العراق اليمن لك ما ارداش يروح غير دولة مستقرة امنة الدولة الوحيدة الامنة في المنطقة هي الدولة المصرية وده بعد ايه بعد خمس سنين او ست سنين وهو على فكرة ماكرون لما نجح في الانتخابات قبل كده حصل على خمسة وستين في المية في الانتخابات ودي كانت اول مرة ان حد يحصل على هذه النتيجة بعد الخمسة وستين في المية طبعا الشعبين خفضت نظرا للاصلاحات الاجتماعية اللي بتعرض لها فرنسا وبعض التدعيات اللي حصلت لها فهو بيتحرك تحركات دلوقتي اللي يثبت للعالم جميعا اه انه موجود ورئيس دول احنا استفدنا من الزيارة دي انها تسوأت عالميا والجميع شاهد ان مصر اه هي تستخب الرئيس فرنسا الرئيس المنتخب الرئيس الشاب اه اللي نجح او نجح بنتيجة خمسة وستين في المية امام لوبان وهي كانت منافسة شارسة امامه وفي نفس الوقت هذه الزيارة تؤسس لوجود مذكرات تفاهم تتعدى 30 مذكرات تفاهم بين الجانب المصري والجانب الفرنسي في اتفاقيات تجارية واقتصادية وخلافه مفيش دولة في العالم من الدول العظمى وفرنسا من الدول العظمى هتعمل اتفاقيات مع دولة اللي اذا كانت شايفة او متأكدة ان هذه الدولة نجحت اقتصاديا تستطيع هذه الدولة ان توفي التزاماتها امام صندوق النقد الدولي امام الدول الاخرى وبالتالي انا باعتبر ان هذه زيارة زيارة نجحة برغم طبعا الهجوم من بعض الاشخاص قرأتك ايه للرقم وهنروح طبعا الهجوم لكن بما انه سيادتك بتذكر الاتفاقيات اللي تم توقعها اعتقد ان هم 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم قرأتك ايه لهذا الرقم رقم كبير جدا وبالنسبة ليه هو عايز يقول لشعب الفرنسي انا بتعاقد وبعمل اتفاقيات وتبادل ومذكرة تفاهم مع دولة كبيرة مستقرة في مصر وعلى فكرة الرئيس ماكرون هو مش حر نفسه هو في عنده برلمان بيحزبه في عنده جماعية عمومية بتحزبه وعنده مجلس وزراء بيحزبه عن كل التصرفات ولو مش متأكدين ان هذه الاتفاقات وهذه المذاكرات مع دولة تستطيع الوفاء بجميع التزاماتها ما كانت تمت هذه الاتفاقات خاصة زي ما احنا قلنا انه هو جاي وعنده بعض الاحداث وبعض التدعيات انا شايف كمان ان الزيارة تفعيل هذه الزيارة والرد الحقيقي على هذه الزيارة هي للسياحة في مصر لانه هو جاي احنا يعني زيارته تتوافق مع موسم السياحة في مصر لان احنا موسم الشتة معروف عندنا لقصر أسوان شرم الشيخ الغرداء وبالتالي هيشجع الكثير من الفرنسويين احنا نستفيد من ده ازاي يعني الزيارة متعددة الجوالات دي في ظرف ثلاثة ايام ازاي ممكن نستفيد منها فعلا نعزز فرصنا السياحية يا ست الناس صحيح انت عارف سيادتك اكتر حاجة كانت يعني انا كنت مبسوط بيها جدا وسعيد بيها وجود السيد الوزير الدكتور خالد عناني معاه اكتر من رائع رائع ودي حقيقة نؤكد ومعاه من اللحظة الاولى الاخيرة مشرف ورائع وفاهم ودارس صحيح ومتواجد معاه اكيد هو يعني اللي انا عايز اقول لحضرتك هو بيعرف استثمر هذا الحدث اكيد هيستثمر هذا الحدث للتسويق في مصر المعارض الخارجية مش في فرنسا بس احنا بنقول فرنسا قبلة العالم في السياحة وتقريبا تصنفها الدولة التانية او التالتة في السياحة هي واسبانيا وايطاليا ولكن وجود رئيس فرنسا وجود وزير الاثار معاه في بعض المزارات الاثارية الموجودة في مصر اللي كتير من الشعوب تتمنى ان هي تزورها دي رسالة طمأنة للناس لا تعالوا رئيس فرنسا موجود اهو بيقدي كل الزيارة بشكل جيد الحراسة عادية يعني مش حراسة مبالغ فيها مشانقول ان وقفنا الحياة في الشارع لا شارع كاتعادية يمكن حدش حسب الزيارة نظرا لان تم التأمين بشكل حديث وبشكل موفق من وزارة الداخلية والحقيقة انا بقول ان الزيارة بالنسبة لنا استثمرها كمان يجب ان تستثمر من السيدة وزيرة السياحة السيدة رانيا المشاط وانا عارف ان ليها نشاط كويس تبتدي تفعل على هذه السياحة بحيث ان احنا الثلاث اربع شهور اللي فضل لنا شهر فبراير ومارس وابريل نقدر ان احنا نجزب المستثمرين او بمعنى اصح الشركات السياحة الكبيرة اللي بتجيب لنا سياح لمصر طيب فيما يخص نرجع تاني الاقتصاد او الاتفاقيات اللي تم توقيع ومش بس تم توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات لكن كمان هو كان جاي ومعاه بالفعل قريدي حوالي خمسين من رؤساء الشركات ورجال اعمال الفرنسيين والمستثمرين الى اي مدى ده بيعكس الكلام نحن بنقوله انه فرنسا حريصة على زيادة استثماراتها في مصر ان فرنسا مطمئنة للسوق الاستثماري في مصر اه صحيح انا هقول بس يعني نقطة انا بتطفق فيها يعني مع المجتمع الدولي ان ما بقاش فيه حاجة اسمها دولة صديقة ولكن فيه مصالح بين الدول وبالتالي هو شايف انه مصلحته دلوقتي في مصر وخاصة ان مصر يعني احنا شوفنا مبارح لاول مرة الدولار بينزل 22 يرش يمكن ارتفع تاني في نفس التوقيت ولكن الناس بتذهب بعيدا ان الدولار ممكن يبقى ب30 و35 وخاصة اهل الشر بيسوقوا للكلام ده ولكن تحديدا في ظل التوسعات الاقتصادية والانتاج اللي ابتدى يزيد عندنا في مصر والمدن الجديدة اللي بنعملها في مصر والاتفاقيات مع الدول الكبرى في مصر سبتنا سعر الدولار وده بيدي طمقانة وخاصة ان الدليل على ذلك مثلا ان صندوق النقد الدولي اه اه الاتفاقات التي تمت مع مصر مع صندوق النقد الدولي ماشي خطوة بخطوة وشوفنا الخطوة الخمسة او الرابعة من القسط الرابعة او الخامس وده دليل على ان مصر وعدة فرنسا قبل ما بتخطي اي خطوة بتبعامل حسابتها وسائل وعارفة هل الدولة دي تستطيع ان تحق خزيل التفاقيات فده بيأكد على ان احنا ماشيين صحة وماشيين في الاطار الصحيح وللعلم كمان ده اللي انا بأكد عليه دلوقتي دولة فرنسا هي صديق استراتيجي معانا من فترة كبيرة مش من النهاردة من عشرات السنوات استراتيجيا اقتصاديا تجاريا وده بنأكد عليه النهاردة في زيارة مكرون خلال التلات ايام اللي كان موجود فيها اللي زار فيها مصر طيب نروح بقى لملفنا ملف حقوق الانسان شفت ازاي تصريحاته وحديثه عن حقوق الانسان شوفي انا هقول لحضرتك على حاجة انا نظرا لان انا يعني موضوع ملف حقوق الانسان ده انا بقى لي سنين كتير شغال فيه فدايما لما حد بيتكلم عن حقوق الانسان لما بيكون عنده بيحس بيبعند عقدة زم بتلاقيه بتحس انه حساس في هذه المنطقة يعني شوفي الالمان لما بيجي يتكلموا مثلا عن عن اسرائيل بيتكلم ازاي لازم بيفتكر محركة الهولوكوستو فاول جاي من احداث حصلت في بلده وعنده محبوسين ناس محبوسة وناس مصابين وناس 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 وفي نفس الوقت ورد اليه بعض التخارير انا عجبني انا مش هتكلم عن مكرون طبعا هو يقول ما يقول ولكن انا هتكلم عن الرد العبقاري بتاع الساعة رئيس عبدالفتاح السيسي لما قال له شوفوا احنا وضع الحالة عندنا ايه احنا طالعين من خمس سنين والعلم حضرتك يعني الخمس سنين او ست سنين بعد صورة 30 يونيو الدارس للتاريخ لا يتوقع ان مصر في خلال هذه الفترة هتستطيع ان تقف وتصمد ويبعندها جيش قوي عندها اقتصاد قوي عندها بنية تحتية رؤساء دول عظمى بيجي يزوروها ده ما كانش حدا توقعه وبالتالي احنا وصلنا للنتيجة اللي احنا عايزينها وتأكدنا تماما ان مصر وعدها ومصر قادرة على انها تتخطى المحنة اللي مرت بيها كمان هو كمان اكيد قاري التاريخ الفرنسي وعارف ان الصورة الفرنسية عادت 100 سنة لحد ما استقرت البلاد وبالتالي النظرة الوقعية للواقع المصري يقول ان احنا لازم نبص كلنا مش الرؤساء فقط لا الشعب المصري كمان يعرف ان الحقوق ليست حقوق مدنية وسياسية فقط حقوق مدنية سياسية اقتصادية اجتماعية سخفية ليه دائما الغرب يرانا بعيونه فعلا هو وليه دائما يكون متجنيا على الدول غير الاوروبية على دولة زي مصر لما يجوا يتكلموا عن حقوق الانسان ليه لا يلتفتون الى كل ما ذكروا الحقيقة الرئيس مبارح وغيره كمان يعني عندنا عدد كبير من المبادرات في المجال الصحي عندنا مشروع تطوير التعليم عندنا جهود وزارة التضامن وايضا مبادرتها مش هتكلم بس عن تكافل قرامة وحياة كريمة ده انا هتكلم عن التعامل اللحظي مع الناس في الشارع الاطفال الشوارع كبر السن في عز البرد والحملة اللي لسه يعني ما لحقتش ما لحقناش ان احنا ننساها ليه ما بينظروش لكل هذه الجهود المصرية في حماية حقوق الانسان وبيجوا يتكلموا عن منظور ضيق جدا متجاهلين الظروف الامنية ولليه علاقة بالامن القومي اللي احنا بنمر بيها صحيح هو بس ايه يعني الجزئية اللي انا عايز اكلم فيها موضوع حرية الرأي والتعبير هما بيقولوا حرية الرأي والتعبير انتو بتعاقبوا الناس على حرية الرأي والتعبير انا كمحامي بقول هي مش حرية الرأي والتعبير حرية الرأي والتعبير لما يكون انا بعبر عن رأيي دون ان امس او اصل لحقوق الاخرين طب انا النهاردة لو كلامي تعدى حرية الرأي والتعبير وأصبح سب وشتم والوقيع بين الدولة أصبحت تطبق عليه قانون العقوبات وإحنا قلنا وسات الرئيس قال في اللقاء قال أنا عندي قضاء عادل درجات تقاضي عندنا نيابة عامة عندنا الإجراءات القانونية بتتخذ كاملة ولكن الغرب دايما بيبص إن المجتمعات الشرقية هي حديثة في موضوع حقوق الإنسان أو التجربة وليدة بالنسبة للحقوق الإنسان فبيعتبر نفسه وصي أو قيم علينا في موضوع حقوق الإنسان لا إحنا في المنطقة أؤكد إن مصر رائدة في حقوق الإنسان والدليل على ذلك هي هي الحقول الاجتماعية والاقتصادية والصخافية عندنا هو في دولة ظروفها زي ظروفنا وبتعالج مليون ونص مواطن من فيروس C في دولة بتمنى 270 ألف وحدة للمحتاجين في دولة بتعمل برامج حماية زي برامج تكافل وكرامة وقرد مستورة وخلافه محدش بيعمل كده وبعدين سيادتك أنت بتشوفي سيادة الرئيس عم تفتاح السيسي في المؤتمرات بيشرح كتير وبيتكلم كتير وهو رئيس بيكلم شعبه ويتابع تفاصيل التفاصيل التفاصيل الدقيقة رئيس بيكلم شعبه بيخاطب شعبه بيقول لهم ده اللي بيحصل وبيعرض لهم كل شيء أول بقول ليه عشان شعبه يبقى عارف الحقيقة ووصلاله بدرجة وعية حتى لا يتدخل أهل الشر ببعض يعني إلا أنا بستغرب من النسايبين مثلا أحداث مثلا حصلت مثلا في سيناء لما لما سيناء الشمالية والسيناء الجنوبية يتخصص لها 247 مليار لتطويرها لتطويرها حتى سنة 2022 بني أساسية جامعات مدارس آآ تعليم آآ صرف صحي صرف زراعي زراعة 400 ألف فدان حد يجب سيريد ده خالص يتكلموا على إيه الإرهاب طيب إحنا عندنا بعض الجماعات الماريقة الجماعات الماريقة بتقابل بحاجتين أولا الفكر المعتدل اللي قال عليه السادة الرئيس وبناء الإنسان ومن ضمن بناء الإنسان أولا دور الأزهر ودور الكميس طبعا اللي زارهم مكرون فخامة الرئيس مكرون شاف الاعتدال الوصل الدين الوصل عدتنا وتقالدنا تنمية سينة تنمية الصعيد النهاردة الصعيد عندنا النهاردة كم بزارة تربية والتعليم في خلال تلات سنوات كم مدرسة يتنشأ تلات تلاف وامتين مدرسة وهذه لم تحدث من زمان احنا بنقول في مية وخمسين ومية وعشرين طالب هنخافض هذه الاعداد المعلمين كمان اللي احنا بنتكلم عليه في مجلس النواب و بنقول ان المعلمين يجب ان يكون لهم مرتبات ويعاملوا معاملة مختلفة لان المعلم هو اللي يصلح المجتمع هو اللي بيربي وهو اللي بيكبر وهو اللي لو لا ما كنا عاديين بنتكلم دلوقتي لو لا ما كان هناك شعب متحضر قدر يخرج في صورة تلاتين يونيو وبالتالي عندنا الكثير والكثير من مجال حقوق الانسان حتى حقوق الانسان الصخفية شوفي سيادتك مبادرات سيادة الرئيس مبادرات الشباب والجلوس مع الشباب والتحدث مع الشباب وتمكين الشباب نواب المحافظين مدير الإدارات بعض رؤساء الهياة حتى التجربة الفريدة التي لم تحدث في الشرق الأوسط وأنا شاهد على ذلك أخرها أول مبارح الإفراج عن 2700 مسجون من الغارمين والغارمات نظرا لظروفهم وتخصيص صندوق وإحنا كمان في لجنة حقوق الانسان ندينا وقلنا إحنا عايزين نعمل قانون للكلام مصر بتتطور هناك شغل كبير جدا اجتماعيا صخافيا اقتصاديا وسياسيا أيضا حتى التجربة الوليدة وجود عدد من الأحزاب موجودة على الساحة دلوقتي بتشارك المجتمع وبتحاول إيصال ما بين المواطنين الموجودين في المجتمع اللي هم غرر بهم فترة من الفترات وكان سبب التغريب بهم فترة من الفترات إن هم ملقوش حد يفهمهم أو ملقوش حد يوضح لهم الأمور مخدوش حظهم من التعليم الكفاية كان عندهم تشويش من بعض قنوات الإعلام المسمومة اللي احنا المفروض ما نتفرجش عليها اللي هي كل هدفها إسقاط الدولة المصرية ولن تسقط أبدا وبالتالي يعني أؤكد على ذلك في الآخر إن هذه الزيارة أؤكد مرة واثنين وثلاثة واربعة إحنا اللي كسبانين من هذه الزيارة الجانب المصري ظهر بشكل عبقري سيادة الرئيس في لقاءه مع مكرون على الهوى كان زعيم يتحدث عن شعبه باسم القانون وباسم الدستور وباسم حقوق الإنسان ويملك مين الأدوات يعني حضرتك لما تشوف سيادة الرئيس هو بيرد على الأجوبة راش من وراء حافظ كل كلمة بتتقال وعارف ليه لأنه كل يوم الصبح بيبقى في مكان فعارف هو بيشتغل إزاي وبيعمل إزاي وإيه النتائج اللي بيقدر يحققها وإيه المجهود اللي هو بيقوم به وبالتالي لأ أنا مش خايف على مصر مهما كان هناك انتقاضات في مجال حقوق الإنسان المدنية والسياسية المحكمة وأنا بقول أنا بقول كمحامي بقى بعيدا عن لجنة حقوق الإنسان قضاء مصر الشامخ مستقل وقضاة مصر العظماء بيتأكدوا وإذا كان هناك متهم وهم القعدة بتاعتهم عمتا اللي بيقولوها التوسع في البراءة والتقايد في الإدانة وده اللي احنا متعودين إلى أي مدى وحضرتك محامي وحضرتك يعني ليك عمل طويل وخبرة طويلة في مجال حقوق الإنسان في مصر إلى أي مدى شايف الدنيا اتغيرت لما منيجي نتكلم عن ملف حقوق الإنسان إلى أي مدى حصل طفرة إلى أي مدى حصل توسع فيه منظور ومفهوم حقوق الإنسان في مصر الدنيا اختلفت ازاي يا ست نال؟ شوفي هقول لحضرتك خلينا بس نبقى يعني نبقى واقعيين كواف وندي مقارنات بأرقام أولا خلال السنة اللي فاتت أو السنة ونص اللي فاتت تعالا نتكلم النهاردة عن المسجونين أولا ست رئيس الذين أخطأوا وعطاهم فرصة تانية النهاردة اللي خرجوا من السجون في عفو رئاسي لم تحدث من قبل يعني في عصر الرئيس أنور السادات لما عمل عفو كان إيه ألف ألفين أكتر من خمساشة ألف خرجوا بالعفو سواء غريمات أو سواء عفو لسبب خطأ أخطأوا وعايز يديله فرصة تانية أزيه واحد نمرة اتنين هل تتخيالي سيادتك أنه لما جات المسؤول عن ملف حقوق الإنسان المتعلق بالحق في السكن وهي راح يتكتب التيرير لأنك جايبها قارات الجزيرة وراها وهي جاي أنا مش عايز أقول اسمها يعني عشان ما تتشهر هل تتخيالي سيادتك أن في 12 ألف من اللي خرجوا من هذه المنطقة خرجوا ليه للحفاظ على حياتهم لأن الحق في الحياة هو أسمح مقابل ذلك إيه أن إحنا بنديهم أو الدولة بتديهم شواء سكنية يسكنوا فيها لغاية ما يرجعوا تاني المنطقة ده تطور في حول الإنسان النهاردة كان زمان لما حد بيبقى ظروف الاقتصادية صعبة بيبقى اشتغل اشتغل ما اشتغلش لأهلك يسفوا عليك النهاردة لما يقع فيه قرد اسمه مسطورة برنامج اسمه تكافل وكرامة برامج حماية اجتماعية لكل الفقراء لما يبقى الطبخة الفقيرة والطبخة المتوسطة في مصر النهاردة حسب أن كل اللي بيعمله الرئيس سيد الرئيس من أجلهم سيد الرئيس بيشتغل من أجل الفقير تحسي أو تشعري إن خلال الفترة اللي فاتت دي سيد الرئيس كل همه الفقير إن هو ما ينامش من غير عشاء وده اللي بيحصل النهاردة في مصر عايزين نقول فيه زيادة أسعار آه فيه زيادة أسعار بس ده تطور عالمي حد شقدر يقول عايزين نقول إن فيه الشعب المصري حاليا بيدفع تمن التغيير أو التطوير بس لازم نستحمل عشان ولادنا وإذا ما استحملناش عشان ولادنا ما تبقاش دي بلدنا اللي إحنا بنحافظ عليها ولازم أفكر الشعب المصري إنه في عز الأزمات إحنا مش في أزمة حاليا عز الأزمات اللي كانت أكبر ارجعوا بالذكرة لـ 67 شوفوك اقروا الكتب عن 67 و73 عن صمود الشعب المصري اقروا الكتب لما كنا بنبني بنعمل السد العالي لما كان الشعب المصري ابتدى إنه هو يدخل في الصناعة الجديدة ويتحاول من الزراعة للصناعة قدم تضحيات كتير وكله بيقدم تضحيات ولكن هذه التضحيات المراضي اللي هي نتيجة لإن إحنا شايفين إحنا ما بنسمع إحنا ما بيتقلناش إحصائيات أو مثلا سيادة الرئيس بيطلع يقول أنا رايح النهاردة أفتتح مشروع كذا لأ سيادة الرئيس بيقول أنا رايح النهاردة أفتتح مشروع تم وبالتالي ده الإنتاج اللي إحنا بنحصل وبنشوف الإنتاج وبيحصل زيادة في الإنتاج وبالتالي بنغطي ما تنسيش سيادتك إن إحنا كان استثماراتنا من أربع سنين 2 مليار أو 3 مليار النهاردة استثمارات المباشرة المصر 8.5 مليار منهم 4.5 مليار لإخطاع البترول ده نعكس عن إيه بقى إن إحنا أولا اكتفينا بالغاز ذاتيا وهنبتدي نصدر نمرة 2 بقينا من الدول الهامة في البترول تقطع نظرا للاتفاقات مع ألمانيا والشركات الكبيرة زي سيمينز والشركات الفرنسوية ده أصبح عندنا النهاردة لأ عندنا تغيير المجتمع شايفه وحاسس به ولكن إحنا بعد الثورة نظرا لإن كان في بعض القنوات اللي هي متخيلة السرقات اللي تمت في مصر قبل كده وما يدعونهم السرقات اللي في مصر فرفعوا سقف عند المواطن فأصبح المواطن الثورة هتقوم الرئيس هيبقى رئيس الجمهورية بوكة الصبح كل واحدة يركب عربية شقة وظيفة مش ينفى كمان صخافة العمل الحر ده اللي أنا بنادي به وبقول عليه صخافة العمل الحر ودعيس الحكومي حتة الوظيفة الميرز القديمة دي بقى خلاص يعني إحنا نطلع منها شوية ونتعلم من ضيوفنا الكرام اللي عايشين معنا هنا الإخوة السوريين اللي موجودين معنا هنا كلهم بيشتغلوا خليه نح ولكن في بيوت للاجيين دي الدولة الوحيدة بتحصلش في أي حتى تأمو خيمات وكمبات زي كمبات معسكرات وبتحطوا فيهم ويبقى عليهم ويقول لها إحنا عايشين معنا يأكلوا يشربوا يتجوزوا يروحوا مدارس ياخدوا الدعم اللي إحنا بناخدوا سواء مواد بطرولية مواد تامونية هي دي كلها سيادتك مش حوق إنسان للمصريين وكمان للضيوف اللي موجودين وإحنا عندنا كم ضيف اللي بيسموهم لاجيين بره إحنا بنقول ضيوف موجودين عندنا سواء أفرقى أو عرب كم ضيف عندنا سيادتك سبع مليون قرابة السبع مليون حد حس بيهم حد حس حد منهم من ضيوفنا اللي موجودين نظرا للتدعيات الأمنية حد قال لهم لا إنت تاخد البنزين بسعر مخالف إنت تدخل ابنك المدرسة مش بالسعر من نفس السعر بيعايش كأنه درج مواطن ده ما بيحصلش في أوروبا أنا شفت ده في ألمانيا أنا شفت ده في أسبانيا أنا شفت ده في فرنسا لا بيتعامل مواطن درجة تانية تدخلش نفس المدارس ما بياخدش نفس الإعانات ما بياخدش نفس الدعم دي حقوق إنسان طيب ليه اللي بيختزله حقوق الإنسان في مصر في المنظور الضيق جدا اللي كان أو اللي احنا يعني عارفينه طول الوقت الجهود اللي بتقوم بيها الدولة المصرية ليه ليه بيختزلوها في المنظور الضيق ويعتمدوا كمان على أرقام مغلوطة ويريد في حقاق يعني حتى منظمات مشبوهة بيعتمدوا عليها ليه يعني طيب اللي بره مفهوم اللي جوه و يعني بيمشي وره نفس هذا الطريق أو في السكة دي هدفه إيه والصالح مين يا سات الناجل شوف يا أولي حضرتك على حاجة جميع المنظمات السبعة تمانية اللي موجودين في مصر اللي أنا بسميهم الجواسيس العصر أو الثلاثة أربعة العالميين اللي هما هيهم الرئيس على فريدا ماوس على العفو الدولية على كل المنظمات دي بتشتغل إزاي من يدعم هذه المنظمات من دول مين الدول اللي بتدفع قطر تركيا بعض بيدفعو لهم من أمريكا وبالتالي هي تحولت من منظمات حقوقية لوسائل لردع بعض الدول بحيث إن النهاردة أنا مصر حسس إن مصر يا دولة عظيمة خلي بال حضرتك أنت اللي كنا بندرسه زمان دا مش كلام فراغ موقع الاستراتيجي بتاع مصر اللي موجودة فيه الدول المجورة دولة إسرائيل اللي الموقع على البحر المتوسط على البحر الأحمر الشعب نفسه اللي اللي مالوش حل الشعب المصر اللي اللي زي ما بيقوله مالوش حل محدش بيعرف يكسره ولا حد يعرف يتغلب عليه كل دي عوامل بيقابلها من الخارج منظمات النهاردة قاله الرئيس السيسي ماشي في طريقه وطريقه بيعمل تنمية بيعمل رخاء بيحارب إرهاب بالنيابة عن العالم كله بيحارب الإرهاب بيكافح بيعمل استثمارات بقى دولة مؤسسات عندنا مؤسسة خضائية عندنا مؤسسة تشريعية عندنا مجلس وزراء عندنا المؤسسة المؤسسة الشرطة القوات المسلحة وبالتالي ماشيين في طريقهم هيوصلوا لأنهم هيبقوا دولة عظمة وبالتالي نديهم حتة في السكة إيه هي الحتة في السكة تقرير يلا تقرير نعطلوا فعشان على العبد يطلع يروح لأمم المتحدة أقول يا الكلام ده ما بيحصلش حرام عليكم نفضل ندافع لا إحنا مش هندافع إحنا هنقول لهم إحنا هنرد عليهم إزاي إحنا هنرد عليهم سيادتك باللي إحنا بنقوله دلوقتي أدي إحنا عندنا برامج الحماية اللي إحنا عملنا المواطن المصري أدي عندنا في التعليم 3000 مدرسة أدي عندنا في الصحة أكتر من 200 مستشفى بتجهز أدي عندنا في التعليم العالي مشاريع حدود 80 مشروع أدي عندنا في التموين حصص تموينية للمواطن زي ما هي بندعم المواطن بنوفر فرص عمل بنعمل عاصمة إدارية بنعمل مزارع سماكية بنزرع مليون ونصف فدان بننمي ودي بقى نحط تحتها 30 خط سينا لأن سينا دي في يوم الأيام من 81 لغاية 2010 ما تزرعش فيها شجرة وبالتالي تنمية سينا نزرعها بنا أدمين هي اللي هتبقى حاقة الصد وهتلغي أي فكر ممكن يتعرض لها أي شخص تاني هي مش دي حق إنسان هي سيادتك اللي بيقولوا عليه أنا نفسي أشوف بس منظمة واحدة طلعت أدانة حوادث التفجير اللي حصلت في الكنائس وراح فيها مئات من الأخوة المسيحيين حادث تفجير مسجد الروضة اللي راح فيه 300 حاجة واربعين حوادث حرق الكنائس الدباط وال مجمع العلمي مجمع العلمي لما خدوا كتاب وصف مصر تعلماء الحرمير الفرنسية لما كانوا موجودين وحرقوه وطلوا على التلفزيون يا تباهب ده والتلفزيون وحضرتك طبعا إحنا قاعدين في مدينة الإنتاج الإعلامي دلوقتي فاكرين يعني نستعيد الزكرة يمكن حضراتك فريق الإعداد بتاع حضرتك واللي شغالين هنا فاكرين لما كان حزم صلاح أبو اسماعيل لا مش فريق الإعداد بدانا شخصية وحضرتك كمان شخص لما كانتوا قاعدين هنا وكنتوا أبطال ما اتهزتوش وما خفتوش وكنتوا بتقولوا كلمة الحق وكانوا بيستقبلونا بره ويكسروا عربياك وبيكسروا عربياك ومع ذلك ما هنتوا برضو يعني إحنا بنعتبركم أنتوا جنودنا وهي كلمة الحق بتصدر منكم مش الجندي بس اللي بيحارب وبيستشهد وبيضحب دمه لا الإعلام اللي قاعد هنا اللي بيقول كلمة الحق الإعلام اللي بيوعي مش الإعلام اللي بيضل عشان هناك فرق بين الإعلام إحنا تلفزيوننا التلفزيون المصري كان اسمه إيه تلفزيون العربي وبرامجنا حتى الفيلم المصري كان بيسمى الفيلم العربي لأن ما كانشي لينا حدود في إعلامنا العربي عايزين نرجع تاني نوعي الامة العربية ونقول خلي السلاح صاحي وفي نفس الوقت يدن تبني ويدن تحمل السلاح وفي نفس الوقت اللي اهم من ده كله احلف بسماها وطرابها هو ده لازم ابقى مؤمن بالبلد هم بيحاولوا يخلوا الشباب او الجيل الجديد يكفر بمصر او يكفر بالبلد او يكفر بالنظام وده مش هيحصل اعتقد الشباب عنده طموح وحقه لازم نبقى عارفين انه حقه ولازم نبقى عارفين ان فيه ظلم اتعرب ليه خلال الفترة اللي فاتت مصر مش في يوم وليلة مش مجرد ان بقى فيه رئيس في يوم وليلة هتبقى الامور كويس انا عشان سعر الدولار ينزل من 18 ل 10 او 8 لازم اعمل ثلاث حاجات اولا اللي بيعملها ست رئيس اللوجستيات الطبيعية او اللي هي الطرق والبنية التحتية والتطوير والمدن دي عملها كمان اللوجستيات مع دول اخرى وصدر لافريقيا وده اللي انا بقوله دايما وده ست رئيس ابتده يعمل التفاقيات اتفاقيات مع دول اوروبية زي اللي ما بيحصل ده ده هيخلينا نعمل ايه بدل ما نستورد هنصدر وبالتالي مش هنحتاج للدولار والدولار مش هيتحول كسلعة لان هو كسلعة بيباع ويشترى ساعتها يبقى لا الجنيه المصر يرتفع هيبقى عندنا فائد في الانتاج هنكفل الناتج المحلي محدش يقول لي احنا مش قادرين نكفي الناتج المحلي لا هنكفي الناتج المحلي بس انا بقى يوجه يعني رسالة لمحافظة البنك المركزي بقول له المستثمر المصري تعبان ليه بقى تعبان ليه لان المستثمر المصري لما بيروح لبنك زي بنك مصر بنك الاهل البنوك دي انا مش عايز اعمل اعلانات البنوك الوطنية يقول له انا عايز قرد عشان اشتغل فالبنك بيعمل ايه بقى هي دي بقى المشكلة بيخاف من الرزق وبالتالي مش بيديله القرد وبالتالي حتى لو بيديله القرد ايام ما كان الدولار بتسعة دلوقتي ب18 يعني قيمة اصبحت النص وبالتالي الانتاج انخفض من مية في المية لخمسين لا ادي البنوك اه 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 شاهدات ان هي تدي قروض للمستثمرين المصريين وتابعهم وتابع مشاريعهم واعمل مندوب من عندك تابع مشاريع هينتج ودون الصناعات المتوسطة والصغيرة زي ما كنا بنوزع قبل كده في افريقيا احنا عندنا اهم منفذ كان موجود لمصر كان موجود في الشارع شانزليزيه اه بتاع شركة النص الاصراد والتصدير عايزين نرجع تاني لده وده اللي يخلينا يبقى فيه وفرة في الانتاج وبالتالي هيبقى فيه حول كاملة طيب الرئيس اتكلم عن اكتر من نقطة يعني هو حدد كمان خلال اللقاء نرجع تاني الكلام الرئيس اتكلم مثلا عن ان الدولة المصرية وفرت حياة كريمة لأكتر من 250 الف اسرة كانت تعيش حياة غير ادمية على الاطلاق الرقم ده دلالته ايه وهيفر ازاي يعني يعني ايضا يضيف ازاي لحقول الانسان في مصر ايه التفرة اللي هيعملها لما وفر حياة كريمة ومسكن كريم لهذه الاسرة انت عارف سيادتك البديل للحياة الكريمة ل250 الف اسرة احنا بنقول 250 الف اسرة من الشخص واحنا عندنا ما شاء الله الاسرة في مصر يعني اربعة خمسة مش يعني اتنين فخمسة في 250 احنا بنتكلم في مليون وربع مليون ونص وبالتالي البديل كان بالنسبة لهم بيبقى ايه العوز او الحاجة والعوز او الحاجة ده كان بيخلي يلجأ ليه احيانا كثيرة يلجأ للارهاب او يكون فريسة سهلة وبالتالي فريسة سهلة لا او فريسة سهلة لان يكفر بهذه الدولة وبالتالي والرئيس قال كده فعلا انا مبارح في كلامه صحيح ده بيأكد على ايه ان الرئيس والوزارة والحكومة ومؤسسة الرئاسة شعر بالمواطن المصري كمان احنا لو نفتكر علاج فيروس سي لو نفتكر فيروس سي او مرضى وده مهم لسه هقولك الرئيس كان فيها مبارح يعني احنا كنا بنعالج في السنة عشر تلاف مواطن وانه دلوقتي بقينا بالعكس بنعالج عشر تلاف بس في الشهر في الشهر مية عشرين الف في السنة عشان كشوف الانتظار ليه لان احنا كمان عندنا على فاكرة يا مش العلاج للفيروس سي فقط فيروس سيك على فاكرة اللي كان بيجيله فيروس سيه ربنا يشفي كلنا ويشفيه كل اهل مصر وشعب مصر اللي كان بيجيله فيروس سيك يشفي عنده امل النار ده فيروس سيه بقى زي الفلوان زي يعني ربنا ايش في الشعب المصري جميع لا ده احنا بنعالج كمان ايه الضغط السكر أمراض المزمنة وبالتالي لا عمليات القلب بنكلف كان بقى مليارات أنا عايز أقول يعني أستعير كلمة من سيادة ريس هو الشعب فكر الفلوس دي بتيجي منين هو يعني يعني الفلوس دي بتيجي منين من جهد ومن شغل ومن التفاقيات ومن جاري ومن إنشاء ومن مشروعات كبيرة لو لذلك والله لو لذلك لأفلاسة مصر والله لو لذلك لأصبح الدولار بمية وخمسين ومتين جنيه غير كده كمان سيادتك غير برامج تكافل وكرمة وقرد مستورة ده بيكلف الدولة قدية مليارات أيضا خلاف ده التعليم احنا بنعلم كم طالب اتنين وعشرين ونص مليون طالب يعني لما نحسبها كده اللي هي عدد مثلا خمس أو ست دول من الدول اللي في الشرق الأوسط لما دولة تعلم اتنين وعشرين مليون ونص طالب محتاجة دعمها قدية ومحتاجة إنك في نفس الوقت إن هي تدعم المعلم اللي هم مليون وثلتمية بقى قدية لا المنظومة صعبة ولكن مفيش مستحيل بس المطلوب أن يعي الشعب المصري إن المرحلة خطيرة وإن فيه أشياء يجب أن نتحملها جميعا كلنا لازم نتحمل وكلنا لازم نتحمل أن يكون هناك تضحيات تضحياتنا إيه؟ يعني نقلل شوية في استخداماتنا اليومية يعني حتى مثلا لو هنتكلم مثلا على مشاريع الري هناك مشاريع كبيرة جدا في الماي مش كانوا من شهرين ولا ثلاثة ولا سنة كانوا عملين يقولوا إن مصر هتجف ومش هيبقى فيه نهر النيل والسد هيحصل كذا صد النهر النهاردة المشكلة بتتحل أول بأول جميع المشاكل بتتحل أنا عايز أتكلم على نقطة مهمة جدا العاملين بالخارج في حد والجاليات المصرية قبل هذا النظام اللي موجود برئاس سيد رئيس عبد فتاح السيسي ومجلس الوزراء كان بيتواصل معاهم أنا لسه جاي راجع من الامارات كان معايا معالي سفير الامارات معالي سفير شريف ووائل بي القنص العام الحقيقة الجالية عارفينهم بالاسم وحفظينهم ويتعاملوا معهم أعلى فكرة مش على الامارات ده امارات السعودية الكويت حتى الحالات اللي بتحصل في الكويت أنا في يوم من الأيام أنا جالي اتصال لازم تروح الكويت بكى الصبح وكان معايا الوزيرة الفاضلة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عشان ابننا المصاب هناك ونتيجة الاهتمام وده حق من حقوق الإنسان لأنه حقه في الحياة طبعا اتضبط المتهم وتقدم للمحاكمة وخد 6 سنين لا هناك قوة لمص خارجيا وداخليا حتى وزبط الخارجية أي مبدور غير عادي الحقيقة أنا بأكد على ذلك وزبط الخارجية أي مبدور المنظوم دولة المؤسسات عادة الشعب بس مطلوب منه أنه يتفرج على الإعلام الواعي الإعلام اللي بيعرفه الحقائق مش الإعلام اللي بيضلله وإنتوا حضراتكم عاملين حاجة اسمها إعلام كاذبون دي مهمة جدا لأن فيه بعض الإعلام الكاذبون اللي هما بيقولوا الخبر اللي مش صحيح عشان يوصل للشعب المصري عشان يقعد يتنقله وده مهمة جدا من أجل التوعية من أجل الإعلام الواعي أكيد أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد نائب علي عابد رئيس لجنة قول إنسان من مجلس النواب شرفتنا ونورتنا دايما نكون سعداء بحضرتك شكرا جدا شكرا لك وخلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل موجتنا التانية عن إحدى مؤسسات تأهيل مصابي العمود الفقري استنونا شكرا للمشاهدة